على المستشفى العسكري بمسمرير توفد حوالي 12 ألف شخص من ساكنة المنطقة والدواوير المجاورة فحوصات طبية في مختلف تخصصات يسهر عليها طاقم طبي يتكون من 16 طبيبا تستقبل عيادة الطب البطاني حوالي 40 إلى 60 مريد يوميا يشكون من أمراض متعددة مثل أمراض القلب والشراهين، أمراض الغداد، أمراض روماتيزم أمراض التهاب في المفاصل، أمراض الجلد، الجهاز العصابي هذه الأمراض في غالب الأحيان تحتاج إلى تحليل دم وأشعار الحبوب الأطراص ديال الحبوب وخا كي يجيلي ما كيبغي شي يتحيد مني فمتي وبغاني سنحيد في مرة قلت لي واحد لكيخون زيما ناخدوه وعود جوج بومادات وحدا جوج مرات نستحملها في النار جيت مع أخي يدولي واحد لحديد طبعا في العين ديالو وجانا هات الشي مزيان جانا هات الشي مزيان بعدها لبس ولا لبس دبارا مشالطر أعطوه ليه التوع المستشفى يتوفر أيضا على وحدة المساعدة الاجتماعية مهمتها تتمثل في تقديم العون والمساعدة إلى الساكنة المتوفدة على المستشفى وتحديد حاجيات المرضى هذا المستشفى الذي يضمه لأول مرة واحدة اجتماعية لمواكبة مهمة الأطر الطبية حيث تصهر هذه الوحدة على تقديم الدعم والعون للمرضى الوافدين على المستشفى خاصة منهم كبارسين نساء الحوامل ودهو الاحتياجات الخاصة ودهو اللي يتعاون مع الأطر الإدارية والمحلية فضلا عن المواكبة وتقديم الدعم النفسي للمرضى الوافدين على المستشفى المستشفى ساهم أيضا في التخفيف من معاناة هذه الساكنة مع سوء الأحوال الجوية وساهم أيضا في تسهيل الوروج للخدمات الطبية كلتوم الحسية وفيسال أبروش ميديا ان تيفي بسمرير